بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله وقاتكم بكل خير اليوم بإذن الله تعالى بنتكلم في هذا الشرح عن حل للمشكلة يتواجه الكثيرين عندما يريدون نقل ملفاتهم صورهم المقاطع من جهاز الجوال الآيفون إلى جهاز الكمبيوتر الحقيقة كانت تواجهني لهذه المشكلة كثير وكنت عاجز عن حلها ولكن بعدما وجدت الحل حبيت شارككم فيه لو تلاحظون الآن على الشاشة نحاول ننقل الملفات من جهاز الجوال إلى جهاز الكمبيوتر وتواجهنا هالمشكلة الآن شوفت لو تلاحظتوا وجهتنا هالمشكلة توقف ما اكتمل وهذه حلها اكتشفت أنه سهل جدا ننتجها الآن إلى جهاز الجوال زي ما انتم شايفين في الصورة أمامكم فقط نروح من الاعدادات ومن بعد الاعدادات نروح للصور ثم ننزل للأسفل للأسفل ثم نغير علامة الصح من فوق نختار الاختيار الثاني في الأسفل الأخير وثم بعد ذلك نتجه ونعيد المحاولة الآن بعد ما عدلنا الخيارات من الصور نتجه إلى جهاز الكمبيوتر وبالطريقة العادية نحاول ننقل الملفات إلى جهاز الكمبيوتر بعد شبك الشاحن طبعا الـ USB وبالطريقة العادية ورح تكتمل معنى تحميل الملفات بإذن الله بدون أي مشاكل وزي ما انتم شايفين بالصورة رح أسرعها عشان ما يصير فيه ملل وما نطول عليكم أتمنى أنه كان هذا الشرح مفيد وتمنياتي للجميع بكل التوفيق السلام عليكم ورحمة الله